بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم طلاب نبدأ نكمل بالمحاضرة الأخيرة الداخلة بالفيز من مادة الMGD شباب هاي المحاضرة طبعا هي تعتبر حلقة وصل ما بين أساسيات الMGD وبدايات Mechanism of Disease أو بمعنى آخر General Pathology فهي حلقة ربط ما بين شيء النورمال وشلون يصير أبنورمال تحديدا الكانسرات نريد من خلال هاي المحاضرة راح نفتهم يعني الراجع باستشناعات البلوداية شنو الجسمك يتكون وشنو السر المشكلة تبدي تظهر عندك كانسرات أو تظهر عندك أمراض اللي نسميها أمراض الوراثية سواء أمراض مثلا Down syndrome إذا سامعين بي كي سامعين بي يعني أعتقد أو مثلا أبو فقر الدم المنجلي أو أمراض الثلاثيمية هو نفسها بالعربي الثلاثيمية يقلو لك ردهة الثلاثيمية هاي كلها راح نعرفها شلون الصير ومين الصير وكم شاوة يعني فكرة أساسية راح نسولف عنها من خلال هاي المحاضرة يعني هاي المحاضرة صراحة أنا أشوفها كليش محاضرة حلوة وسهلة إن شاء الله يسا راح أوضح لكم ياه وشوفوها شون بسيطة كبداية طبعا هاي المحاضرة مقدمة من دكتور حازم ودكتور حسين وهذا المصادر المستعملة اللي يحب يعني يوسع وأنا أعتقد ساعتكم وقد توسعون خبرتكم خصوصا التوسع تحضر للفيس المهم تقريبا سبعة ليرنق أوبجكتز بالبداية أذكركم في الشغلة أو أمطيكم فكرة أو بيجوز معلومة اعتبروها معلومة عابرة عندك التفشي يسموه عندنا يعني فشي اسمه DNA اللي واضح سولفنا عليه طبعا احنا بالمحاضرات قبلها هذا الـ DNA حتى يتكون فهو يتكون من جينات جينز والجينز تتكون من نيكلوتايد 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 اللي هي تتكون من الـ DNA يعني هذا الشكلة اذا رجل نشوفها الـ DNA يكون شكلة بهالطريقة هاللي يجي دبل ستراند تكون وهاي الستراند إذا نكبرها هي عبارة عن الـ DNA الجين معلتها الخاصة تلقي فشنو أكو فتصير شي اسمه كودونات كله ثلاثة مثلا CTG مثلا تنطيق فت يعني كله ثلاث تراكيب كله ثلاث نيكلوتايدات CTG تنطيق فت كودون معين هذا الكودون وهي الكودونات هذا اللي بصفة مننا على استمرارية يعني خب مو وحده هذا اللي بصفة بصفة رح تكون لك الدبل ستراند هذا كله اللي رح ينطيك الـ DNA الجينز والجينز رح تنطيك الـ DNA هذا شكل الـ DNA والـ DNA بالنهاية رح يسوي لك رح يقدر يكون لك بروتينات تقدر تصنع بروتينات أوكي والبروتينات هو أمثل عليها البروتينات كل ما عامة مثلا الإنزيمات الموجودة بجسمك نسمحنا بروتينات أشياء هو موجودة بجسمك بروتينات هاي البروتينات من يدي بدي كون الجسم وتتكون وتنتهي القضية تكون فانكشنال أوكي فانكشنال يعني يعني عدها وظيفة تأديها من هي هاي البروتينات زين زين أريد نعرف طبعا الفكشن ما بدي يعني مثلا أكو مثلا انزيمات الصير حاظمة انزيمات يعني هاي انزيمات ما أريد لها تدخلكم يعني بتفاصيلها فالمهم يقل لك يعني الجينات تأدي إلى البروتينات تأدي في نتاعك فإذا البروتينات هي حلقة وصل ما بين الـ DNA أو جينز وهي الفانكشن اللي نقصد بها الفينوتيب يعني الشكل المظهري أوكي زين يقل لك أي تغيير بالبروتينات رح يأدي تغيير بالفينوتيب وهذا شيء بسيط يعني أو شيء واضح يعني مثلا انت عندك هاي CTG مثلا نفرض فرضا يعني تركيبها وتكملها تسوي لك مثلا انزيم هاظم أو مثلا رح تكون لك مثلا يعني بتركيبها الصحيح رح تصير كرية دمر حمره رح تأدي إلى مشكلة بالدينات رح تأدي إلى مشكلة بالبروتين فمثلا كرية الدم الحمر رح يصير شكله مثلا بهذه الطريقة يسمو فقرة الدم المنجلي فهو جاي يقل لك يعني أي مشكلة بالبروتينات رح تأدي إلى مشكلة بالفينوتيب زين هاي جينز إذا صارت بيهم طفرة وراثية نحن رح نشاهس عن شون طفرة وراثية يعني تقريبا فكرة هدنا شنو يعني مثلا هي بدل ما كانت CTG مثلا أو CAC مثلا أو CAG مثلا يتغير مثلا الأدنين يصير في الشي المهم يتغير شكله رح يأدي إلى بروتينات هاي البروتينات إما تكون نن فنكشنا يعني هي ينتج لك بروتينا بس البروتين ما يشتغل يعني كأنه انت صناعت في شي خربان كأنك جاي تسوي لك مثلا مرقد فاصولية المفروض أنت تخلي أصير طماطة يعني تعصير طماطة لا أفو أنت جيت سويت عصير مثلا برتقال بدلا ما تحط عصير طماطة حتى تصير مرقة فاصولية لا حطيت برتقال رح تصير أنت عندك مرقة بس هاي المرقية هنا في سئلات تختلف نفس الفكرة هي حارفين يعني سور يعني بس هاي نفس الفكرة رح يصير عندك نتيجة بس ما تشتغل مو مرقة يعني فاصولية أو أنها تكون يعني عندك بروتيني يعني سور عندك فتطفرة أو مو تيشين بالجينات أصلا ما رح يصير عندك بروتينات أو يعني أصلا ما رح يصير عندك مرقة يعني تجي تخلي مثلا خل ولا يم المرقة ولا يمها فأنت أهم شي تعرف أنه إذا صارت الجينات صارت بها فتطفرة رح يصوي لك بروتينات البروتينيات لو تشتغل جزئيا لو ما تشتغل أصلا أو أصلا ما كو عندك بروتينات أحد الأمثلة اللي هو سيكل سيل أنيميا هنعوفوا آين يجي على هاي أنا أدري بكم رح أنت تقرون أو يثنين وتعرسون هاي الصفحة هي معلومة كلها رح نعرف السيكل سيل أنيميا وأكو مرض ثاني يسموه ثلاثيميا اللي هو هم مصر رح نحجعلي المشكلة الثنين آتين هي مشكلة بالهيموغلوبين الهيموغلوبين الهيموغلوبين يريمزولة HB يتكون من two chains من سلاسل الاثنين two alpha chain أعتقد هاي خطوه بس شينات و two beta chain هاي معلومة قديمة ال alpha chain الثنين آتين آكوفاد amino acid amino acid تترابط سواء يتكون لك جينات وتصنع لك alpha chain وكذلك ال beta همين عندها في الطريقة وتتكون عندك التركيب مالتها المشكلة وين الصير الهيموغلوبين طبعا بي أنواع عندك هيموغلوبين A هيموغلوبين مثلا F عندك هيموغلوبين مدرشين الثالث نسيته المهم هسا احنا اللي همنا هذا أيلين هو أشهر شي بالأدلت موجود الصير بيفد مشكلة تحديدا بال beta chain شنو يصير يصير الشغلة الآتية عندك عندك هسا انت ماذا نجي الامينوأسد هاي سلسلة الديان اي عندك مثلا C A C وترتبط ويا G U G لأن هي C ويا G والأي ويا الو مثلا والT ويا والأي والس والمهم يرتبطن ارتباطات كل الثلاث هاي ارتباطات ارتبطن هاي رح تطيق نتيجة مثلا هسا هذا C A C ويا G U G رح ينطيق شي اسما فالين أوكي الفالين يتميز بأنه شو يكون كارح للماء كارح فوبك نقول علي خط لي شي شي شبير أوكي والماء نقول علي هايدرو تمام يعني كارح للماء مثلا عندك انا C T G هاي تكون لك S مثلا هذا اللي ثرو الى اخر يتكون لك البروميد عندك هذا مثلا اخير واحد مثلا هذا رقم 6 عندك C T C يرتبط ويا G A G C ويا G ويا ويا A رح ينطيك في شي يسمو غلوتامين أوكي ينطيك شي غلوتامين هذا غلوتامين شنو يتميز يتميز بأنه يكون هايدرو يحب الماء أوكي هايدرو فيلك فيلك يعني يحب الماء فلهذا تظهر أنت عندك كرية الدم الحمرة طبعا هذا كله طبيعي ويا نحك على الهيموغلوب النوع هذا كله الطبيعي لهذا تظهر عند كرية الدم الحمرة يكون شكلها بهذا اللون أوكي يكون هذا شكلها بهذا اللون تاخذ راحتها اللي هي محبة للماء والدم هو أصلا شنو الدم هو 90% هو أصلا ماي فتاخذ الكرية الدم أريحتها بصورة منتظمة مايصر لها إيش وتلقاه بشكلها هذا المشكلة وين الصير المشكلة ما الراتب هذا رقم 6 سي سي ما لعل أباقي طبيعي العفو يتغير هنا صير الطفرة شي يصير بدا مثلا هذا يصير عندك A وال A يرتبط ويا U وليس ويا ويا يعني فالمهم يعني أنت صارت عندك طفرة من هذا الشكل إلى هذا الشكل اللي هو نتيجة رح يصير عندك شي اسم فالين الفالين هو هايدروفوبك يخاف من الماء لهذا تتكون عندك كريات الدم الحمر يصير شكلها بهذا الشكل هالطريقة تكون منباعلها بالمجهر تباوع الفدع يندم تلقاه أشكالها بهالطريقة طبعا إذا أكو تيست حتى نتأكد أنها فعلا سكل سل ننطيها شوي أوكسيجين تلقاها ترجع شكلها الطبيعي شوي نوبا ترجع مرة ثانية بهذا شكل هم وطبعا هذا ما يظهر بالبداية يظهر شوي ما تبدأ تتقدم الحالة بس أنت شروفه يسموه سكل سل أنيمية بحيث صارت عندك طفرة فجينية بالأمينو أسد من هذا الجلوتاميم صار عندك الفالين فظهر عندك مثلا هذا المرض اللي هو أفضل شيء وضح لك الفكرة ما المحاضرة كلها فهي طبعا هو نوع من الأمراض تعتبر ورافية يعني يورثها من الأهل يعني إذا يجي جاهل ويصير بسيكراسي قول معنا أخذها من أهله يعتمر يعتبر يعتمر إن شاء الله أنتو كلكم باعتمر المهم يحتاج مثلا إذا هذا مثلا الأم وهذا الأب فلازم ياخذ لفد عينة من نانا وعينة من الأم يلا يبدي يظهر علي المرض إذا أخذ بس من الأم يسمى حامل وما تظهر علي الأمراض فالمهم يعني إذا كل واح هذا أشاي لهذا نحن نساوي نساوي أحد يعني أي أثنين ينزوجون نحن نتحصهم حتى نشوف هما أمراض وراثية ممكن أصير فهو ميوتيشين يصير بالبيتا قلوبين مثلا قلت لك الهيم قلوبين هو عبارة عن ألفا وبيتا فهو يصير بالبيتا وقلت لك شكل يصير مثل السكل يعني تقريبا هذا شي يسمى بالعربي ماذا شنو باسم طبعا هذا الشكل مالتها يكون كل شي ضعيف فبسهولة يتكسر بس يصير عليها ضغط تكسر فكريات الدم الحمر يلا تكسرا يعني الإنسان عند كريات الدم الحمر قليلة شنو نسميها نسميها حالة الأنيمية إذا ارترثنا عندنا فد بلود فيزل هذا بلود فيزل أوكي وكريات إنسان طبيعي وهي كريات الدم الحمر وهنا مثلا هاي عندك يعني صار يكمل مثلا هذا وريط شريان طويل وهنا يدي تفرع التفرع من يروح هذا الشكل الطبيعي ما كريات الدم الحمر يخلي تمشي تمشي طبيعي مثلا تريد تصعد هنا شنو يصير هي قابلية أن تجعس روحها تعبر وتكمل طريقها السيكل سل اللي هاي شكلها بهذه الطريقة من تجي للأسف ما بيها قدرة تصغر حجمها وتعبر لا الظل بهالطريق مالته وبعد أكو خوات يجن يرتبطن وهنا الدم الواصل لهاي المنطقة شنو رح يكون قليل وبالتالي شرح يصير عند المريض تشو دامج هارت أتاك بيقوسين يصير عنده اسكيميا كلمة اسكيميا يعني الأكسجين الواصل إلى الأنسجة خلايا النسج عبر خلايا الأكسجين الواصل لشنو يكون قليل يصير عندك اسكيميا مثلا يصير عندك الجلطة قلبية أو جلطة دماغية stroke وهاكذا بزين the only difference between normal هيموغلوبين A اللي هو هذا الطبيعي والهيموغلوبين S سمينا S لأنه يسوي شكل السيكل is a change in the amino acid في الواصل 6 وهذا صرفنا عليه نجي إلى شيء اسم العنوان الطفرة الوراثية الطفرة الوراثية يا شباب وين يصير عندك اختلاف بالتسلسل الحمض النووي انت مثلا عندك C A C G A U T وهكذا يصير عندك مثلا بدل ما هي C A C C C C C C يعني يختلف nucleic acid أوكي هذا الاختلاف يعني هذا شون صارت عندك هسه هنا كانت C T C صارت C A C هاي الميوتيشن يسموها mutation هاي الطفرة الوراثية اما تكون insertion أو addition يعني بالعرب يعني اضافة أو تكون deletion أو substitution حتى وضح لك الفكرة ما لاته تخير عندك هسه عندك فالجملة اثلا علي مشا على بحر أوكي يعني بحر كلهن جيت تخير هنا شنو خليت لك إياهن ثلاث حروف وهنا أنا متأمد عليها حتى أقل لك كودون كودون يتكون من ثلاث أمين وأسد كل ثلاث أمين وأسد نسميها كودون هسا هاي جملة الواضحة هي تعتبر جملة واضحة حاليا من أقل لك addition أوكي addition يعني جاي أضيف الشي شنو رح أصير الجملة مثلا علي جاء أو مثلا جاء علي علي مشي على بحر هنا شنو سوينا إحنا مجرد ضفنا فت كلمة للأمين وأسد هاي اعتبرها أمين وأسد أمين وأسد أمين وأسد مجرد ضفنا فت كلمة جديدة هاي الكلمة إما تخلي يعني نيكليك أسد طبيعية وما تلاحظ يعني صير أكو طفرة أوكي حصار أكو طفرة وضفنا كلمة بس ماكو تتكون بروتين قلت لك بالنهاية وهذا البروتين يشتغل وشغلة طبيعية أو ممكن يسبب مشكلة في المهم إنت بس فكرة الأديشين إن شنو جاي نظف الشي مثلا إذا عندك ديليشين مثلا عندك ديليشين فكرة شنو يكون الديليشين مثلا هزة نفسها علي مشى على البحر الصير شنو علي على بحر شوف اختلفت الجملة سوينا حذف علي على بحر شنو علي علي بحر الجملة صارت مو مثل معتشانات هي بالبداية مضبوطة يعني صار أكو مشكلين أكو مثلا سبستيوشن اللي هو يعني الاستبدال اللي هي تونخذناها هاي سيكل سل أنيمي استبدلنا حرف 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 أوكي فسبستيوشن مثلا نفس الجملة بالبداية الصير عندك علي بدلا ما نقول مشى ركضة مثلا على بحر شوف فأنت بالنتيجة النهائي إما الجملة تبقى طبيعية ويتكون البروتين طبيعي أو يستر بي اختلاف وما يتكون البروتين أو يكون البروتين متكون بس يعني مثلا علي على بحر تقريبا هو الجملة واضحة بس بارشالي فالصير عندك بارشالي فلهذا أنا قلت لك الموتاشن أول ما سوالفنا عليها قلنا الموتاشن يا أستاذ العزيز وين هي راحت الموتاشن إما تخليتي بروتين ما يشتغل أو يشتغل جزئيا أو أصلا ما يكون بروتين يعني هسا مثلا آي جملة مثلا 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 هي يعني كلش مو واضحة وصير متخربطت جملة أوكي طبعا أنا ما أفتح الفنكا حتى لا يضرب الصوت فصارت نار يمي الموتاشن هي السبب لك في التغييرات الجينية لهذا نشوف أكو مثلا أشخاص طبيعيين أو أشخاص مثلا 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 وتسبب لك حتى مرات اختلاط بالشكل الظاهري مثلا الكريا الدم الحمر يعني تشوف شكله تختلف مثلا أو مثلا تشوف شكله يختلف عن شكل الطبيعي يعني تشوف وجه وهكذا أو مثلا جماعة الثلسيمية تلقى وجه دائري مون فيس يسمي يخليك تختلف عن كومون أو وايل يعني هو الإنسان الطبيعي هذول نحن الناس طبيعيين نسموه كومون يعني أكثر شي موجودين أو وايل يصير بهم ميوتاشن يختلفون علينا يسموهم ميوتاد فينو تايب أنواع الميوتاشن أنواع الميوتاشن بصورة عامة حسا أنا قلت لك الميوتاشن على مستوى نيك لك أسيد قلنا إما نصير انسيرشن أو ديليشن أو سبستيوشن لكن الميوتاشن هي نفسها نفسها بيها نوعين النوع الأول نسمي ال 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 اللي هي نفسها لاستبدال أوكي لها سبستيوشن وعدنا فريمشفت ميوتاشن اللي هي نقصد بيها إما انسيرشن والبوينت قلت لك سبستيوشن يعني الاستبدال بس الاستبدال بيها فكرة بعد أكثر شوية أكثر من فقط استبدال أكو شي اسمه ترانسيشن وأكو اسمه شي ترانز فيرشن هل نفهم هاي الفكرة بالطريقة الآتية بس دقيقة ثواني أوكي مثلا عندك يعني شو نقول عندك فهد شو نقول قاعدة A مثلا or G هاي توني سؤلفنا عليه هين يصير بيها استبدال ويا شو نقول بيورين ثانية مثلا يعني A مثلا نستبدلها مثلا بسي أو مثلا or مثلا هاي T مثلا تستبدل ويا G تستبدل ويا T مثلا أو A ويا C شوف هذ يسمو الاستبدال البايرامدين ويا بايرامدين يعني نفس العائدة الترانس يصير استبدال ما بين البايرامدين والبايرامدين البايرامدين يعني مثلا عندك ال A أو or G مثلا هاي سؤلفنا لها ليهن يصير استبدال بيهن ويا C or T نفس تقريبا الفكرة بس هنا شو ن يعني أوضح لك الفكرة الفكرة تكتير تقول هذا ال A و G تابعة الى شيء اسمه بايرامدين هذا هميا بيورين هذا طبعا بايرامدين هاي تابعات يعني بال M G دي كل اخذناها بس الجنات ببداية الاندك بايرامدين بايرامدين فيصير اما الاستبدال بايرامدين ويا بايرامدين يعني اخدها أو مثلا تقول بايرامدين ويا بايرامدين هميا يعني من اذا تستبدل بايرين ويا بايرين او بايرامدين ويا بايرامدين يعني نفس الصنف نسميه transition بس مثلا هاي اذا كانت purine وهاي كانت مثلا بايرامدين صار اختلاف هاي نسميه transition الفكر transition او transition هي الى point mutation اللي نسميه substitution وقيت لك الانسرشن واضحة نضيف الشيء division نحذف شيء زيء هاي point mutation change of signal in a acid sequence يعني بنوعين transition و transformation مثلا purine استبدله ويا purine pyramidine ويا pyramidine يعني اذا purine تشيله لازم ويا اخو حتى يصير transition pyramidine ويا يستبدله ويا اخو حتى يصير transition transformation لا ويا معاكس purine مثلا ويا pyramidine او لا pyramidine تستبدله purine وها كذا point mutation يقول لك من الصير هاي الحالة يعني سواء transition او transition النتيجة النهائية من جا يصير عندي استبدال رح يصير عندي فد شون نقول فد نتيجة للي هاي الطفرة الوراثي او مشكلة الفكرة مالت هي ان اكو شاف من يصير هاي العملية مرات ما يصير يعني يتكون بروتين بالنهاية وهذا البروتين يشتغل بصورة طبيعية وما الى اي علاقة فلي هذة نسميها mutation اوكي بس silent ما سبلت لي اي مشكلة اكو missense mutation هاي هنان من صار الاستبدال اثرت اوكي اثرت على البروتين بوظيفة الفانكشن مالت بس مو تأثير ذاك الشبير يعني اثرت عليها بس مو كل الشيء النونسنز النونسنز هنا مثلا موجا تكون هاي 1-2-3 c-a-g هنا تكون عندك كودون هنا 1-2-3 كودون 1-2-3 كودون هنا فجأة صارت عندك طفرة وراثية بحث 1-2 صار اكو stop كودون فوقفت السلسلة صار عندي تكون stop كودون يعني بدلا ما هي تكون هاي حلقة طول هال line طول ها اتش قصر صار اكو stop كودون فنسميه نونسنز او السنز انه طول 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 stop كودون هنا فصر عندك طفرة لا تصر 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 وتكمل طريقة يعني اذا احنا جبنا stop كودون يعني الطفرة بتكوين stop كودون نسميها نونسنز اذا شلنا stop كودون نسميها سنز اذا اثرت على البروتيين مالوظيفة بس يعني مجرد اثرت عليه نسميها مالسنز وسائلت انها اصلا ما سوت لك اي مشكلة احد الاشهر الامثلة على النونسنز ميوتيشن هي يعني اللي ادت الى تكوين stop كودون هي الثلاثيمية طبعا الثلاثيمية بها نوعين الثلاثيمية بها نوع الالفة ثلاثيمية نسميها وعند نوع آخر نسمي بيتها ثلاثيمية خذتوا تقضي بالبداية وتغذب بالمستقبل اهنا لشنو قلت لك النونسنز ان انت رح تكون لك stop كودون من هو هذا ما لها علاقة بالبولسجين 39 لازم تحفظها هناك 6 سكل رح يصلك مقارنة ممكن سكل ستة هناك 39 تكون اوكي تتوقف السلسلة فما تكون السلسلة بصورة طبيعية وهمين ترى على البيتا اي نفس البيتا ثلاثيم سكل بيتا وهي بيتا فبالتالي قلت لك يتكون stop فبالتالي يقل انت بعد وقع في stop بعد ما تكون هذا الهيموغلوبين وبالتالي يصير عندك حالة مرضين سمين بيتا ثلاثيم الفريم shift قلت لك اما اضافة او اضافة او remove from dna فبالتالي يسوي لك shift in the codon reading frame يعني بين قوسين يغير لك بالقراءة مالتها زي باع شنو عندنا هنا هنا ثواني بس شباب او او عندنا هنا نجي لفريم يعني يوضح لك الفكرة مالتها يقل لك مثلا انت هس حاليا عندك تي او او منطق شنو تي منطق فد جملة يعني فد جملة معينة شون هم سام تكتلك علي مشاريع منطق فد جملة the fat cat ate the hat يعني القطة السمينة اكلت الشفقة يعني المهم فد جملة منطق مثلا هس يقلك جبنا فد نيك مثلا a ضفنا بالكودون الثاني وين الكودون الثاني هس كنت لك ثلاثة شنو the fat هنا ش رح نسوي احنا وراح نضيف a فش رح يصير f a هاي الاي الجديدة والاي القديمة ان هنا صار كودون ببحدة هالا t رح يجبر يروح هنا صار t c a و t هاذا هم رح ينجبر يصير t a t شوف اختلفت صار اختلاف اوكي هاي نسمي الانسيرشن الانسيرشن نحذف مثلا ريد نحذف هاي ش رح يصير the تبقى طبيعية fat رح نحذف the t هذا لازم يرجع اوكي وهذا a t لازم ياخذ وياه وحدة a لازم ثلاثة حروف وهذا th يصير هاي ثلاثة حروف شوف اختلفت الجملة هي هاي الفكرة مالا وينفي سترى انا الحجة هكيات هوني بالعربي انا بالانجليزي الصورة مالت زين ليش جاي يصير هاي الطفرة الوراثية يا شباب الصير لسبب اوكي الصير اما كنتيجة مؤثر خارجي spontaneous mutation عفوا induced mutation اللي هي يعني فد مادة كيميائية او اشعاع اثر على المواد الكيميائية الموجودة داخل الخلية واثر على الدي انا وصارت لهاي مثلا اما frame shift او صارت عندك مثلا point mutation وظهرت لك عندك المرة اما لا يجوز ما كذنة اوكي يجوز السبب هو spontaneous mutation مثلا انت طبعا تعرف الخلية ما لديك دائما انقسامات هاي اخذتوك شوية شباب انا حف يعني ما ادري يطلع صوت او لا فبس تحمله الصوت المهم عندك الخلية دائما مثلا هي انقسامات بصورة مستمرة هاي الانقسامات بصورة مستمرة كل خطوة يعني معلومات قديمة انا انا لا ادخل بتفاصيلها واذا ما اخذها تاخذهم بالمستقبل يعني يصير عندك كل محطة مثلا نقول حس بالانقسام نقول فرضا جانتيك فقرة واحد ثلاث اربعة هاي الاربعة خطوة تكملة يالتي القسم الخلية فمن الخلية من مرحلة واحد الى مرحلة اثنيا هي تسوي شنو اكوفاد انزيمات وبروتينات مسؤولة تشيك من هسا انتقلنا من مرحلة واحد الى مرحلة اثنيا خب ما صار اكو خطأ بالجينات والنيكلوتايد وهاي السوالة لان انتظار عندك خطأ يعني هاي الجملة كلها تخربطت وبعد يعني ممكن تتحول الخلية الى كانسر نسميها صارت مشكلة بالديانة خربطة فلهذا يصير دايما اكو تشيك لهاي السالفة فمرات يعني انت كأنو ستخيل انت يا بي قاعد مطلوب منك تكتب كتاب الف صفحة اذا تكتب وما تدقيق بل تكتب وترجعلي ورا تكتب وترجعلي ورا من تكم توصل الى الف صفحة من تجي تشيك الاخطاء حتلقي هاي الخطأ الملائية صارة شي منطقي هاي الخطأ الملائية مرات انت متبع عليها مرات ما متبع عليها من ما متبع عليها يعني سبونتينيس ميوتيشن طفرة ما متبع عليها مرات لا انت قاعد تكتب ويجي واحد يطيح متعمد جاب ماي وذباع على مرتك الكيبورد وخلاك تدوس وصارت عندك خربطة اخطاء الملائية هاي نسميه انديوس ميوتيشن من مكان خارجي كان مواد كيميايا ورادياشن وراح نرفش كيميايا شون تأثر نسميه ميوتاجينيس عندنا فيشين سميه كارسوجين هي مادة كارسينوجين هي فيها مادة كيميايا السبب لك كانسر خلصات الوضع الرادياشن شون يأثر عندك التهنانة خلية والخلايا قلت لك انت طبعا جسمك دائما بماي الخلية تقريبا بها 80% ماي اشتقو هذا اشتقو من يجي هذا المؤثر الخارجي الرادياشن رح يخلي الماي ينفصل الى شنو ايوان 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 زائد او ايوان ايوان ذنه بمجال الخارجي اذا تذكرون هذا هو المتوسط وبالابتدائي سنرسم يصر مثلا هذا المدار المدار الاول يشبه هو بثني الالكترونات هذا شنو يكون مشبه بواحد فيدور لديما اي ايوان ثانية منها منها حتى شنو مثلا هاي هم ينبيا واحد فيندمجا سوا فمثلا يندمجا مدار واحد وهذا يظل يعتبر يعني شون قل وهي هم مدارها فيظل ان يفترن ويشبع عن يعني اعتقا سافي امتوا ما افهمتوا المهم هذن الفكرة من هاي ذنو يكون كلش يعني خطرات وري اكتف اوكي يسموه ري اكتف اسبيشيز ذنو كلش خطرات وممكن نسملك طفرات وراثية فالريدياشن شي سوي كذل ما يو يسوي انذنه فهو يعني يزيد من احتمالية حصول اه طفرات وراثية خصوصا اذا الدخلن بالمادة الدياني فاذا تعرضت انت الفترات طويلة طبعا الان من يتكونين جسم عنده فهد عدة مواد يقولوا تفعينوا هاي السوالف يحاول يتخلص منهن لكن اكو مرحلة انت دائما معرض للريدياشن خصوصا ذو اللي يشتغلون خطيب مهندسين بالابار وهاي السوالف والنفط دائما معرضين فدائما تلاحظ عندهم السركانسرات فانخليه السامو وتحاول تقاوم تقاوم بس توصل مرحلة بعد ما تقاوم فيس يسموه يعني كان واحد شون انتو اسحان يعني تكون فيز تقرون مواد مرحلة اول او ثاني او ثالف الضغط الضغط مستمر مرات واحد يتعب ورأسة يروح مستشفى وهي السوالف نفس الفكرة من خليه تتعب الريبير سيستيم اللي يباره عن نظام التدقيقي ويصحح المشاكل يتعب فصر عندك الكانسر هاي بالنسبه الى ريلياشن انه زيانه الكيميكلز شباب عندك انواع من الكميكلز نسميه بيس انالوك ونواع ثاني نسميه كيميكل موديفكيشن أو بيسس واندنا كيميكل تتميز بداخل دي اناي طبعا هنا مشروحات بس خلا أنطيك فتفكرة اهنانه قبل لا ناخذ الكلام المكتوب بهم اوكي الفكرة اهنانه وما بيه بالإنسان الطبيعي رح نسولي في السن بالإنسان الطبيعي عندك فشي اسمه ثايمين هذا يعني عبارة عن منوست يرتبط ويامه يرتبط ويه الأدينين أثناء يعني الديناي ريبليكيشن يصير التضاعف بمادة الديناي مرات تجي كفة قاعدة ثايمين هو يعتبر بيس قاعدة اسمها خمسة برومو يوراسيل هاي تركيبها حرفين يشبه تركيب الثايمين فالجسم ما يدري فعباله هو نفس الثايمين فيخليه يرتبط ويامه ويه الأدينين المفاجئ أن هذا كيش ما يعرف حرفين كأنه جاي واسطة ما يعرف يشتغل فصل عندك طفرة وراثية هاي الفكرة الأولى الفكرة الثانية ما كيميكال موديفكيشن أوف بيس هنا شنو انت عندك بيس عاد طبيعية أوكي مثلا عندك في شيء اسمه نسميه نترك أسيد أو نايتروس اعتقدوا نفسه نايتروجين نايتروس لا لا حياش أجاب على نايتروس نايتروس أسيد أوكي هذا يعني شو نقول بالطبيعي يرتبط ويامن أو خلي هنا نايتروس أسيد أو خلي هنا نايتروس أسيد هذا قاعدة بالطبيعي ترتبط ويامن شباب ترتبط ويامن لقواني أوكي مرات هاي المادة الكيميائية هي من اسمه كيميكال موديفكيشن شا سوي يتأثر على نايتروس أسيد يتحول من اسم نايتروس أسيد إلى فشيء ثاني نسميه سايتوسين أوكي أعتقد أنا ذكرت كهانت وسايتوسين يرتبط ويامن ويا الأدينين اتشي فكرتها تقريبا ان عندك نايتروس أسيد يتحول ها ها ذكرت شباب سوري 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 أسا ذكرت لغيقة عندك اتشيء اسمه أوكي اتشيء عندك اتشيء اسمه سايتوسين أوكي السايتوسين بالطبيعي يرتبط ويامن ويا لقواني هذا شفه شيء طبيعي تيجي مادة كيميائية هاي كيميكال موديفكيشن اسمها اسمها انهي هاي نيتروس أسيد أسيد شنو سوي تكذل سايتوسين أوكي شتحول تحول الى شيء اسمه يوراسيل وهذا يوراسيل انه شنو يتحد هذا موجود هم بالطبيعي بالانسان بعد ما يرتبط ويا لقوانين رح يرتبط ويا الأدينين وهنانا صارت عندك المشكلة أوكي فهي الفكرة ان هؤلاء خطيه كانوا مرتبطين وقاعدين سواء سايتوسين وينقوانين هذا ناتورس يتحول السايتوسين الى يوراسيل وخلا يرتبط ويا الأدينين وهذا ظل وجه فادت عندك مثلا كيميكولز ذات انسرت انتو دي انا هذنه يعني شون نقل عندك ماادة دي انا انت مثلا هاي ثلاثة واحد نفس الفكرة ما الانسيرشن يجي هذن المادة كيميكولز تتحسروحها بالنص وتخربط الترتيب كله اوكي هي هاي الفكرة نشوف الكلام المكتوب هنا عندك البيس انالوج قلت لك شي يشبه هذا مثلا خمسة هذا يشبه الثايمين الثايمين بالطبيعي شنو يرتبط ويا من قلت لك يرتبط ويا الادينين هذا شنو هذا يشبه الثايمين فهم يرتبط ويا الادينين في نفس الفكرة انا هكتلك شوف فهو بالبداية الادينين ويا الثايمين هنا صار اختلاف شوف التوي الاي يتجي هاي المادة الكيميائية تشبه الثايمين فراح ترتبط ويا الادينين وصل عندك طفرات ورافية وتتخربط الوضع ايها كلها وتظهر عندك اشكال جديدة المودفاكيشن او الكيميكال مودفاكيشن اللي هي فكرتها مثل ما قلتلك عندك فشي مثلا شوف رح يحولك السيتوسين الى اليوراسيل وليوراسيل رح يرتبط ويا الثايمين نفس الفكرة قلتها وهاي هنا لقدت لك يدحس نفسه يعني شون بين قوسين مثل اكريداين اورانج يعني يدخل روحة بالنص ما رأى علاقة ويجي يتحس روحة بالنص زين ومن تتحس نفس الشكل اذا كان هذا شكل دي اناي اللي هو دبل سيتراند رح شنو بعد رح يتخربط الدي اناي وصير خربط ويخرب وصير عندك موتشن فكرتها مثل الانسيرشن زين الموتشن عندك الخلايا نوعين انت بجسمك تذكرون بالسادس الدادي اثن نوعا من الخلايا خلايا جرثومية اللي هي موجودة بالمبايض والخصاء اللي هي التستس والأوفاريز اللي هي سمو خلايا جرثومية اللي هي هاي تالي رح تضاعف والنوب وشنو يتحد البيضة مع النطفة وينتنج كأن جديد هذن يسموها جيرم لاي موتشن اوكي هاي منصر به انطفرة وراثية ذن الطفرة الوراثية رح تنتقل الى يعني شو نقول تنتقل الى 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 انشئ الجديد السوماتيك لا هاي ما لدي العلاقة اي خليب جسمك ما عدد جيرم لاي هذن ما يقدر ان ينتقل الى نيو جن يعني منصر عندك هاي يسمو لك كانسر انت رح يصر عندك كانسر بس ما لعلقة ما تنتقل يعني الامراض الوراثية هنان السوماتيك هي مسؤولة على امراض كانسر يعني هنان خليه انهرت اوكي هنان معلومات قديمة هنان مجرد معلومات ما يقلك مو اي انت صارت عندك ميوتيشن انت خفت وقالت صارت عندي طفرة وانت اصلا ما تدري هل سبت يجوزانا قاعدة سيمكن من بديد تشرح الهدس مليار طفرة عندي ويصلح بدون ما حس بها فمو كن بير منت جسمك ممكن يصلح وشوف يقلك يعني وانت يصير عندك بس جسمك رأستان يتعرف عليها ويصلح هميا بس يقلك مرات التجسمك شنو يستند فشل في هاي الاصلاح الربير فصول عندك ممكن السببلك حتى مرض الامراض ليس كالثل ثلاثيمية الطبيعية دائما يسير دائما ودائما تصلح وتنبني بس إذا الامج جاي صير بنسبة أكثر من طاقة الربير مالجسمك لا لانا انت صار عندك اوبرلود على الربير سيسلم وممكن تدخل بحالة الكنسرات والسولة المهم نكمل شبه يكون حسي حسي صار عندك دامج أهوال وجسمك ما تلاحق رح يصير عندك دامج شنو رح يصير بكأنها كنتيجة رح يصير عندك حتفة الحتف مالت رح يصير دورمانز نسميها نونسنز أو مثلا يصير بها تكتر روحة نسميها أبوكتوسيس أوكي و شنو عندك بعد يعني الفكرة شون تقدر نقول عليها الخلية صار بها دامج والجسم لا تستطيع صلحها فإما ظل هج خلية بحثة قاعدة لا تفيد الجسم ولا شيء مجرد كافية خيرة نسميها دورمانز نسميها سينز أو مثلا تكتر روحة هي أصلا خلايا قدر أن يصير بها سويسايد تكتر روحة عن طريق انزيمات رح تغضي إن شاء الله بميكانزم بديسيز فيصير هالحال نسميها أبوكتوسيس و هذه تعتبر القتل الخلية تعتبر القتل الفيسيولوجي بصورة طبيعية المعاكس لكلمة أبوكتوسيس إذا أقل لكم عكس هي نيكروسيس وهايا مصير بصورة طبيعية لا هيا مجبور الجسم المجمور الجسم أو الخلية مجبورة يعني هي تنكتب مو هي تنتح لا تنكتب بسبب طفرة وراثية أو الجسم اكتبها أو مثلا نقل الأكسجين عليها قل الدم وإلى آخر من الأسباب وأكلها عاد هسأت واحد يقول عاد شونا نصير كانسر لو هي تضل صافنا لو تكتر روحها لا أكل إذا استمر الضالج هاي الخلية بعد راح تبدي عندك شيء اسمه سيل سيكل ليهي قلت لك تضاعف تضاعف هاي سمو سيل سيكل فصير مثلا واحد اثنين ثلاثة اربعة فالمهم إذا صار دامج هاي لا بعد ما لها علاقة هي بالحالة الطبيعية مع نورمال كونترول سيل سيكل لا راح تصير كانسرية صير مسرطنة وظلت الضعف بسرعات كلش قوية بعد ما تلاحق عليها تصوي التفحص تقى مثلا نسبة انتشار خمسة بالمئة أكو أمراض يعني كانسرات اللي يفتوكم وشار وراء مثلا ترسسة تربع ساعة تلقي صار ثلاثين بالمئة لانتشار أوكي فشوف مثل ما قلت لك الخلية إذا صار بها دامج وحاولوا يصلح مثلا ميتو كوندري وما صلحت أو مثلا النواة وما صلحت راح يصير عندك وراء إما تكتل روحة أو ظل صافنة أو يصير كانسر إحنا نحب هذا إذا كتلة روحة زيان إذا ظل الصافنة زيان بس إذا صارت كانسر هنا مشكلة وشوف قلت لك إذا نسبة دامج هي أكثر من الربير هي تصير عندك هاي الحالة بس إذا عندك مساوي يعني إذا شلو هاي الأكبر وصارت يساوي لا ماكو لذول طبيعي هي أصلا هي الخيسل أنت أصلا أي خلايا إنسان طبيعي هو تلقاه يساوي هذا يساوي هذا الصوت موجود لو أنا بباحدي أسوال فالمهم يرجع يعيد نفس الكلام الدييني ريبير مثل ما قلت لك دائما الخلية تصلح نفسها عن طريق إنزيمات كثيرة وصلح لك أي طفرة ورافية أو الدمج بديني نفسك نعم يمت الصلح وحكيت لك مثلا هي واحد اثنين ثلاث أربع هاي تضاعف مثلا من واحد إلى ثنين أكو إنزيمات تقعد تصحح خاف أكو طفرة ورافية تكملة التصحح تنتقل إلى ثلاث هم الصحح خاف أكو مشكلة نوبيل أربع من الصحح وتضاعف وتستمر هاي وأكو لها أنزيمات تصير أصلا فيزات أخرى أو فيزات أخرى يعني ما لها العلاقة بالدبليكيشن مولا بالدبليكيشن في فيزات أخرى فبنقوس يقل لك أن الجسم والخلايا بأنزيمات دائما نصلح سواء هي أثناء طور التضاعف أو أطوار الباقي فهذا يقل لك إذا خلية تضاعف أكيد يعني شيء منطقي يصير مرات incorrect نوكليسايد ممكن يعني يجي نوكليسايد أو ديليشن حسب الطفرات وراثية أو هي يتكون فهذا يسمي لك الطفرة وراثية عندك فد أنزيمات الصححة نحن صلي سأعصح انزيمات انزيمات خلنا نضيك اسم هذا واحد منهم يسمو دي انا بوليمريز مرات ينبسونها مثل رجل الشرط الرجل المرور هذا يسمو Proof Freeding Function شغلت شنو انت شون مثلا اي واحد يشتغل ملف ورما يكمل يقرمون جد و جديد خاف عنده خطاء املائيين أو خطاء علمية يصحح هذا نفس الشيء ورما تطبع الكودونات وهاي يجي هو قبل لا ينتقل الى مثلا مرحلة اثنين يدقق خاف اخطاء صحح انه ينتقل مرحلة اثنين شوف قلت لك الانزيم يمكن اذا اكوشي انسرتد هو يلزمة ويصحح يرجع بالخطوات مرة ثانية ويصلح الخطاء الحاصل بس مرات شنو يجي يقرأ وما ينتبع على الخطاء حس تهمين مرات تسوي لك ملف تكتب وتكمله وتدقيق وهاي نشره ورا فترة وشي همين وبعض عبرت وما انتبع عليها فاصل عندك ميوتيشن طفرات وراثية شنو بعد عندك المهم يقلك ديناي ربير سيستم يقلك مثلا انت الديناي اذا تعرض الى اشعاء يوفي لايت هذا الاشعاء يوفي لايت يعني نسجي 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 مثلا عندك واحد اسمه محمد جاي يمشي والشمس كانت قوية بالبصرة بالصيف حتى الاشعاء في وقت بنفس الجي كانت واصلة بالقاع فهو تعرض إليه هاي هاي راح تخلي قواعد الثايمين اوكي ترتبط فيما بينها البعث يعني ظل ترتبط وحده 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 يرتبط من ترتبط سواء يسموها الثايمين دايمر هذنة إذا ارتبط سواء راح يخرب يسوان دمج للدي اناي اوكي ويخرب عملية التضاعف مالخرية وبالتالي يصبح عندك طفرة وراثية بين قوسين الشعف وطل بنفس الجين تربط الثايمين يتكون عندك دايمر دايمر يسبلك ميوتايشن جسمك ما يضل صافة دائما يسوي عندك ميكان يصلح حالي المشكلة هي هاي الفكرة الكلام وسؤلفنا قلنا انزيمات عدنين مثلا هذا دي اناي بوليم رايز يصلح وهي السؤال في البقية عندك فشيء يسمو جينز عند الكانسر الاسا يريد يحجي عالية شوي يقلك الكانسر مثل ما اتفقنا هو يصبح بالسوماتيك سيل وليس الجيرم ما يصبح بالخلايا المبايب والخصال لا يصبح بالسوماتيك سيل زيان الميوتايشن هي العلامة دا للكانسر انت منصر عندك طفرة وراثية فاكو احتمال عالي انه يصبح كانسر فانت يقلك انت حتى يتطور عندك الكانسر الميوتايشن انت تخرب السيل سايكل انت مثلا اذا عندك الخلية حتى تضاعف بصورة طبيعية حسنا بصورة طبيعية خطوة 1-2-3-4 وتتكون عندك هذا ياخذ منك خلان طيار مثلا 2 دايز فرضا عن جانة الحسان من السيل الميوتايشن بعد هاي ماسر 2 دايز مثلا تخيل الخلية تضاعف خلال الساعة وحدة هي اشقد كانت بالطبيعي يوميا يلا تضاعف بالكانسر هاي نتيجة هاي راح يخرب السيل سايكل والظل هاي 1-3-4 كل ساعة هي تضاعف كل ساعة هي تضاعف كل ساعة فهذه يسمونه الكانسر انه يضاعف ما تلحق عليه زين الكانسر مو يصير يعني الله سبحانه تعالى مو بس هاي الهنا نقافك يعني مو نقول خلالك اشياء تحميك من ان تتطور الى كانسر وها هي لا حتى خلالك احتمال خاف يصير كانسر اكو جينات موجودة بجسمك حمدك ضد كانسر يعني كانسر هو شنو جاي يتجه بيك تخيل هاي نقطة هو جاي يتجه بيك الى هاي النقطة النهائية الموت اكو عندك جينات الله سبحانه تعالى خليها بجسمك واحدة من الجينات يسموها تيومر سببراسر جينز هذنه مثل البريك تخيل الكنسر هتشي سيارة وجاي تتجه نحو الموت هذنه مثل البريك يدوس البريك يدوس تورن أوف دوك ريز the rate of سل ديفيجن مو قتلك يعني احنا اذا كان بالطبيع كل يوم ينقسم بالكانسر كل ساعة هاي كل ساعة يحاول يقللها يعني هاي الخلايا الجينات اللهم خلايا يكياها يحاول بدالما كل ساعة يحاول يرفح ثلاث ساعات يحاول خمس آعات سس ساعات يعني تقلل من نسبة الريت النسبة وعدنا جينات ثانية أخذها يسموها بروتو أنكوجيم that turns on or increase the rate of سل ديفيجن هذنه شغلتين اوكي هذنه شغلتين مساعدة هذنه يزيدن من نسبة السل ديفيجن يعني واحدة عكسة الثانية هاي تقلل من السل ديفيجن وهاي تأدي إلى زيادة السل ديفيجن هذنه شغلتين طبعا حتى بالإنسان الطبيعي موجودات انت سبنصر عندك هاي بالطبيعي قلت لك يومين شون يومين شوية يدوسون بريك لنو بيرجع البانزين بريك نقصد بيهم تيومر بريس سيبرسر وومكوجين لا يدوس بانزين فيحاول ريجلي يصير ريجليشن الكنسر من يصير شي سوي أنا جاي الكنسر بسرعة يتحرك نحو الموت إذا شي سوي البريك يخرب يعني يصير عندك طفرة بهذا التيومر وهذا شغلة يشتغل أكثر فاللهذا تلاحظ أن من يصير عندك ميوتيشن هذا يشتغل كلش آلي وبعد ما نسمي بروتو أونكوجين لا نشي كلمة بروتو لأن هذا بل طبيعي اسمه بروتو بعد نسمي أونكوجين فقط اللي هو هذا نوع من نواع الكنسر رح يخليك تدوس بنزين فتتحرك أسرع أسرع نحو الموت يخليك مثال عندك فالجينات موجودة بجسمك تحديدا بالصدر عند النساء يعني أكثر شي عن النساء هسا جان نحن يعني أنه بريس كانسر أو سرطان نثدي صر عند النساء شنو هذن الجينات عندك بركة واحد نسمي بركة واحد وبركة اثنين هذن شو شغلتهم يحاول يحافظ على يعني شو نقول على يعني حافظا على الجسم بصورة طبيعية تحديدا ال ال الاغداء ف من السر بهين طفر وراثية هن شنو يعني تتخيل هن يسون DNA ربير يعني أي طفر وراثية أي مشكلة هن شنو يسون يعني يعني يصلحن ال بركة واحد وبركة وبركة ثنين حتى لا يصير عندي بريس كانسر زيلا إذا صار إذا صار عندك مشكلة ممكن يصير عندك بريس كانسر ممكن بعد شنو عندك مثلا هاي طبعا هاي هنا مهمة هنا يقل لك عمليات ممكن هميا السبب لك أمراض وراثية جماعة على السرع لهم بولي كانسر بالقولون ويقل لك الطفرة وراثية مو مباشرة السبب لك كانسر مو رأسة يعني يصير طفرة ثانية ثالثة ورابعة ورابعة وخمسة يصير مو زعج الفكرة عندك فد عندك جسمك عندك شي اسمه كروموسوم رقم 22 وعندك كروموسوم اسمه 9 هاي عبلة ونحن نفس ما ذكر يا شعر عبلة وهي ممكن نفس هي شعر وينانا عندك بكر واحد اسمه كروموسوم 9 اوكي كروموسوم اوه شو نقول اوه 22 عنده بكر بصورة طبيعية هاذي الكروموسوم قاعد ببحده وهذا الكروموسوم قاعد ببحده اوكي يعني كل واحد قاعدين مبحدهم ولا يمهم أي مشكلة مرات شنو نتيجة الطفرات الواثية والموتاشنز يصير عندك فاتكسر بهذا الكروموسوم فاتكسر بهذا الكروموسوم ويرجع أن يرتبط المرة ثانية الكروموسومات بس أجزاء من هذا الكروموسوم 9 تروح إلى 22 وجزاء من 22 تروح إلى 9 هاي عملية تبادل بعض القطع من الكروموسومات نسميه Translocation هاي شو نستبلك Translocation المكون النهائي اللي يباع شوف هذا الأزرق الفاتح وشوية من الأزرق هذا 22 ارتبط نزوه كأنه تخيل هما الزوجو فش نسميه Becker عبلة جين أو نسميه Hybrid Hybrid بكر عبلة جين بس هذا يمتي يصير مو هس من اتكسرت عندك هاي ومن اتكسرت هاي ورجع وارتبط نزوه الكروموسومات نسميه Phila Delphi هذا النوبر رح يؤدي إلى ارتباط بعض الجينات هاي مع البكر وهاي عبلة فتظهر عندك الـ Hybrid بكر عبلة جين ورا شو رح يصير عندك هذه الجين اللي نسميه Hybrid بكر C عبلة جين أو ذكره عبلة حتى تذكره دائما رح يشتغل وإحنا قلنا اسمه جين والجين شنو يسوي لك الجينات دائما شو يسوي تكونه بروتيم رح يتكون عندك فد بروتيم طبعا بعملية جين من يتحولي لبروتين سميه جين إكسبرشن هذا اللي قدامك البروتين اللي هم رح نفس الاسم رح يأخذين سمي Hybrid بكر عبلة بروتيم بس حذلك المسين هذا شوي البروتين مزعج شو يسوي هذا ينطي أوامر خلشون مثلا أرمز لك أوامر 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 يعني تخيل فد أوامر المهم يعني اتصالات إلى كوريات الدم البيض يقلين هنا انقسما 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 بصورة مباشرة يعني ماكو توقف كأنه داس دقمة الان وما داس الوف كلها مستمرة يقل كوريات الدم البيض انقسما 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 في السرعة عندك أعداد هائلة من الكوريات الدم البيض وهاي الحالة شو نسميها Chronic Myelogenes Leukemia CML فإذا انت شنوى عندك هاي الحالة Chronic Myelogenes Leukemia CML هي جاي يصير أول شيء Translocation ما بين كروموسوم 9 وكروموسوم 22 من يصير الاختباط بين ايناتهم يعني بعملية ترانسلوكيشن رح يظهر لكروموسوم جديد نسمي فلاديل فيه كروموسوم زين كل واحدة بيهن جين واحدة يسموه عبلة اللي هذا موجود كروموسوم 9 وبكر اللي موجود بـ 22 رح يؤدي لتكوين في الجين نسميه Hybrid Gene والجين دائما يتحول الى بوسط Gene Expression الى شنو A protein وهذا البروتين رح يقل كوريات الدم البيض انقسمه بصورة غير متوقفة دائما حتى يعني لوت هي كوريات الدم البيض حسب الاستجابة تجيها فالإجابة External Signal تقلها انقسم انقسم حسب توقفي انقسمي توقفي حسب مثلا ايام تتزداد من دي سرع Confection او حالات اخرى بس هذا ما كيو كله انقسمي فصر عندك اعداد هائلة في تظهر عندك الحالة المرضية نسميه Chronic Myelogenes Leukemia C.M. ايام وهي حالة منش مهمة ممكن يسألك عليها يعني لهنا خلصت هاي المحاضرة ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق يا ابطال ومع السلام